وانا بقول محترفين كده فيه تقلق غير عادي زي ما بنقول على محمد صلاح لكن كمان فيه تقلق ملحوظ جدا وفيه تطور في الأداء بشكل أكتر من رائع اللي نجمنا مصطفى محمد مصطفى محمد الحقيقة بداية مع الدوري الفرنسي بداية رائعة جدا جدا هو دلوقتي طبعا في المركز الثاني بعد مكبيه في هدافي البطولة مصطفى محمد بيقدم مستويات رائعة الحقيقة ما ببصش قوي الأهداف طبعا مهمة وهو يمكن بيلعب مع فريق إمكانياته الفنية محدودة شوية في الدوري الفرنسي لكن محمد الحقيقة لفت أنظار الجميع فيه خلال الأسابيع اللي فاتت على مستوى أداءه البطولي بيقاتل بشكل كبير جدا على مستوى عدد الأهداف اللي أحرزها أعتقد وصل الأربع أو خمس أهداف دلوقتي على مستوى التطور في أداءه محمد يعني كمان على مستوى التزديدات الكرات السابتة شوفنا هدف رائع من كرة أو من تزديدة من ضربة سابتة الحقيقة مصطفى محمد ماشي بخطوات جيدة جدا 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 على مستوى الأول كنا خايفين على مستوى التأقلم شوية طب اللغة طب هيكمل لا الحقيقة ماشي بشكل أكتر من رائع ملتزم جدا في تدريباته ملتزم جدا مع منتخبنا لما بيجي عنده ديسبلين أكتر من رائع وده مهم جدا دي عناصر أنا بتكلم مع حضراتكم اللي بتساعد اللعيب في الملعب واللي بتدي صورة جيدة جدا للمسؤولين سواء على مستوى الإدارة الفنية أو على مستوى الجماهير بقى عنده شعبية جماهيرية كبيرة جدا جدا في نانت في فرنسا شفنا لقطة ظريفة قوي على السوشيال ميديا يعني ينازل مع ابنه وماسك كرة وبيلعب أثناء تسخين بعض المبارات وفيه تفاعل ظريف جدا جدا ما بين مصطفى محمد والجماهير ده شيء مهم جدا ده شيء مهم جدا في حياة اللعب لكن على مستوى التطور ما شاء الله متطور بشكل كويس بيتطور بشكل كويس ويمكن قبل الهواء كنت بتكلم يعني مع أحد الزملاء كده بقول له مصطفى محمد لازم السنة دي بالكتير قوي هقض السنة ديته لازم يروح على الدور الإنجليزي إن شاء الله بإذن الله يكون عنده مانجمنت كويس يكون عنده إيجنت كويس لأن ده كمان خطوة مهمة جدا في حياة اللعب المحترف ويدا اللي كنت يمكن بتكلم شوية كان تريزيجي عنده دفوف الحتة دي شوية تريزيجي تأخر قوي لعب سنوات طويلة شوية في الدور التركي وبعدين انتقل لي الدور الإنجليزي لعب في أستون بيلا وعمل مباريات كبيرة جدا بس ما فيش أب جريد يعني ما فيش الوكيل ما اشتغلش بشكل جيد أنه ممكن نشوف تريزيجي وهو قادر على ده وعنده القدرة على أنه يلعب في أحد الأندية الأرسنال مثلا أو يلعب في المان يونايتد أو يلعب حتى على مستوى نيو كاسل فإن شاء الله بإذن الله ومحمد يكون سمعني ويبقى عنده إيجنت إن شاء الله قادر أنه هو يسوق إمكانياته بشكل جيد عملية التسويق للعيب عملية فنية يعني مصطفى محمد متدرج بشكل كبير جدا إن شاء الله يتقلق السنادي ويحقق مزيد من النجاح والأهداف وفي اعتقاد الشخصي يتنقل حتى لدوري أو لنادي أفضل في الدوري الفرنسي يكون من الأندية الكبيرة مارسيليا ليه لا يروح باريس سان جرمان ليه لا يروح موناكو الأندية اللي ممكن جدا تكون بريجي يكون كبري بالنسبة لهم أو وصلة للدوريات الكبرى وعلى رأسها طبعا الدوري الإنجليزي كل التوفيق لمصطفى محمد إن شاء الله مزيد من التقلق والنجاح